في قديم الزمان كان ملك مستبد يحكم قرية من القرى قد عبد الناس لنفسه وكان له ساحر تقدمت به السن فقال الساحر للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه ولكن الله تعالى أراد بهذا الغلام خيرا فكان في طريقه إلى الساحر راهب يعبد الله تعالى فقعد إليه الغلام وسمع كلامه فأعجبه فبينما الغلام يوما في طريقه إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان من كرامات هذا الغلام أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك أعمى بذلك الأمر فأتاه بهدايا كثيرة وقال مها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن الأعمى بالله فشفاه الله فلما رجع إلى المجلس قال له الملك من رد عليك بصرك؟ ربي ولك رب غيري؟ ربي وربك الله فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام فجيء به فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع في مفرق رأسه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فقال الملك اذهبوا به إلى ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فدعا الغلام قائلا اللهم كفنيهم بما شئت فاهتز بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فأمر الملك جنوده وقال اذهبوا فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاخذفوه فدعا الغلام قائلا اللهم مكفنيهم بما شئت فانقلبت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك وقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به وما هو تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي فترميني به وتقول بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فرماه الملك وقال بسم الله رب الغلام فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فقيل للملك قد والله نزل بك حذرك قد آمن النهس فأمر بالأخدود على أبواب الطرق فخدت وأشعلت فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاطرحوه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة من المؤمنين ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها صبيها يا أمة اصبري فإنك على الحق فهؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين قص الله علينا خبرهم في سورة البروج قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد